صديقي الطبيعة هي أفضل معلم وملهم لنا وزي ما تعلمنا في طاقة البيت الإيجابية فتعليمات فونج شوي لطاقة البيت الإيجابية إن الزرع وترتيب البيت ونضفته وعلى فكرة دي من التعليم الإسلامية كمان والأشكال الدائرية من مسببات السعادة والطاقة الإيجابية في البيت فمثلا استخدامنا للترابيزة الدائرية أفضل من الترابيزة المربعة ويريد تكون ترابيزة الصفر أو المرايا الدائرية بتكون أفضل من المرايا زاوية 90 درجة ودي بتكون من مسببات السعادة والطاقة الإيجابية في البيت وكلما كان الإنسان طاقته الإيجابية أو هلته الإيجابية عالية بيكون أقل عرضة للصدمات النفسية وزي ضغوط الشغل أي خبر مش جيد طيب الأحجار الكريمة كمان وبزاد الأحجار النتجة من تكون البراكين بيكون طاقتها الإيجابية عالية ومن مسببات الهالة القوية عند أي إنسان الجلد أبسيديان بيسموه العرب السبج أو السبح أو العقيق الزجاجي لإن له ملمس الزجاج عارفين الحجر اللي بيسموه عيلة أو عين الملكة هو كمان من عائلة الأبسيديان عائلة الأبسيديان كبيرة بتلاقوها دايما مشهورة بالشكل المرقط لكن الجلد أبسيديان بقى ده لونه سموه جلد أبسيديان عشان تحس إن هو فيه لون الجلد أو قالب على كمون شوية ده حجر ناتج تكون البراكين حجر تحفة بيقوي الهالة الإيجابية عند أي إنسان جدا وبصراحة يعني بصراحة بدون زعل بنصح بيه للناس اللي شخصيتها ضعيفة طبعا كلنا شخصيتنا ضعيفة أو عندنا نوع من الجبن بأي شكل الخوف من بكرة، الخوف من شغل، الخوف من مقابلة ممكن مش شرط تكون خايف منه ممكن تكون المقابلة ده ما هتقيل بالنسبة لك أحيانا الأحجار الكريمة بيكون لها تأثير قوي جدا في شخصيتنا وما ننساش إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش شيء في الطبيعة عبثا أبدا كل شيء خلق بسبب ولسبب لكن عاوز أقول لكم كمان حاجة أصحاب برج الأسد اللي لقيكم عندهم عالي ومش هنقول فيهم سنة الغرور بس هم معارفين نفسه الحجر ده برضو بيزود الموضوع عندكم حبتين فممكن أصحاب برج الأسد يستغنوا عن الحجر ده الجولد أوبسيديان أو السبج أو السبح أو العقيق الزجاجي دي كلها الأسامي العربية الخاصة بيه أما الإسم العلمي جولد أوبسيديان وما تنسوش إن دعمكم للقناة بيخلينا نستمر بحبكم أشوفكم دايما على خير